اشتركوا في القناة الى صالتي والترات نحييكم في صباحيتي هذا اليوم يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر اربعة لعام الفين واربعة وعشرين من هنا من ارضية ميدان سيف العرب وضمن تحديات وانطلاغات سن الفطامين في هذا اليوم وانطلاغات سباق الحلفة الذي يجمع نخبة النخب من الايضا النوعيات التي تشرف ارضية ميدان سيف العرب لسن الفطامين في هذا اليوم وضمن هذه المسافة المغررة من قبل الاجان المنظمة لها السباق نادي دبي مسافة الكيلو والنصف ترحيبنا بكل الحضور ترحيبنا بكل الاسامي المشرفة لانطلاغات اولي اشواطنا في هذا اليوم بسم الله وعلى بركة الله تعلن ايها الاخوة الكرام انطلاقة الشواط الولى الرئيسية للامكار تنطلق الامان والطموح للاخوة المضمرين ونسير مباشرة الى الصدارة مباشرة الى المقدمة الاولى الشاهينية سالم بن علي بن سلطان الزبوسي بينما الغادمة الشاهينية اسهيل بن سلطان بن علي بالرشيد الاكتبية بينما في المركز الثالث المتدخل وصلت الان الشاهينية سعيد بن عتيج بن فتر الرميثي بينما في المركز الرابع الغادمة في هذه اللحظات تاضح لسالم بن خلف ابو العري الاكتبي فاينما في المركز الخامس الله الواصلة الان زاخر علي بن خبيس بن سعيد الزرعي هكذا هي النتيجة هكذا ندائنا للمراكز الاولى المتقدمة ولكن عودة الى الصدارة الاولى عودة الى المقدمة من خدت زمام الامور في صدارتي هذا الشاط في المركز الاول ما شاء الله الشاهنية الشاهنية على الصدارة سعيد بن عتيج بن فتر الرميثي ولكن بالرشيد بالرشيد يتحرك مع انطلاقات ايضا لهي الشاهنية السهيل بن سلطان بن علي بالرشيد الله 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 المركز الثالث هنا اضحها سالم بن خلف ابو العري الاكتبي اول الاشواط الشوط الاول مز تغير حساس يقمع نقوة بكار وين الفوس وين وين الانتصار الى العوير الى العوير مع الشاهنية مع الشاهنية اسهيل بن سلطان بن علي بالرشيد يقدم لنا هذه النوعية ما شاء الله وتبارك الله سلام يا العوير سلام ومشكور يا ابو محمد على هذا الادا المركز الثاني الشاهنية سعيد بن عتيج بن فتر رميثي المركز الثالث ضحى نسالة بن خلفاء بالعري الاكتبي هكذا النتيجة للثلاث المركز الاولى التوغيط الزمني دقيقتين وست عشر ثانية تهانينة وناموسد بن رشيد السهيل بن سلطان بن علي بن رشيد ومشكور يا ابو محمد على هذا الفوز علي سلطان والتهنية ووصول لمحمد بن علي كذلك تهانينة ونموس للجميع موسيقى موسيقى